ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا مباشرة مرسلنا غازي العلول مرحبا بك غازي ضعنا في آخر التطورات لديك في الميدان نعم السلام خير وتحية لك محمد دعني أتحدث عن زوايا عدة خلال هذه الرسالة أبدأ من شمالي القطاع حيث أبلغ الاحتلال الإسرائيلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال منشورات ألقاها من السماء منطقة حي الكرامة منطقة العطاطرة بيت لهيا هذه مناطق أمرها بالإخلاء مجددا عقب ادعائه سقوط قذيفة صاروخية من هذه المنطقة الشمالية الغربية من مدينة أو من شمال قطاع غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر المواطنين في تلك المناطق بالإخلاء والآن على ما يبدو بأنه سيقوم بعملية استهداف لبعض التي جرت خلال الأسبوع الماضي في أكثر من منطقة بالإضافة إلى أن هذه الحالة المتكررة بالنسبة لعمليات النزوح تعتبر جديدة في شمالي القطاع الذي يقول لإحتلال الإسرائيلي أنه أنهى على كتائب والفصائل الفلسطينية في تلك المناطق ومن ثم يخرج مثل هذه الرشقة الصاروخية أو الصاروخ ليفند إدعاة الاحتلال بأنه استطاع القضاء على المقاومة في تلك المناطق ولكن يبقى الحدث الأبرز ربما هو ما تشهده مدينة غزة إلى الشرق منها حيث الانفجارات التي لا تتوقف أبدا جراء المدفعية التي تتساقط على منازل المدنيين الفلسطينيين في هذه المنطقة التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي منطقة استراتيجية بالنسبة له في عملية إمداد جيش الاحتلال المتواجد في محور نيتساريم ويقوم بإنشاء منطقة عازلة في هذا المكان لذلك هو يجبر المواطنين في هذه المنطقة على الرحيل من خلال إلقاء القذائف بشكل مستمر على منطقة حي الزيتون أيضا في المحافظات الوسطى النصيرات اليوم شهدت حالة قذائف التي لم تتوقف أبدا هي الأخرى في منطقة الدعوة التي أجبر الفلسطينيون فيها على الخروج من هذه المنطقة بالنظر إلى الاستهدافات العديدة المدفعية التي طبعا تطلق قذائفها باتجاه مناطق سكنية للفلسطينيين في تلك المنطقة مما دفعهم للتوجه باتجاه المنطقة الغربية من دير البلح أيضا رصدنا هنا في جنوب القطاع استهدافات عدة حتى في رفح يسمع بين فين وأخرى نسف لمنازل في غربية المدينة في ضوء استمرار العملية العسكرية البرية في مدينة رفح تقول وزارة الصحة قبل دقائق من الآن والتي خرجت ببيان تقول فيه إن ثمانية عشر شهيدا هم الذين وصلوا منذ فجر هذا اليوم حتى الساعة إلى مرافقها ومستشفياتها في كل قطاع غزة بطبيعة الحال هذه الحالة تؤكد بأن الأحتلال الإسرائيلي ماضي أبدا لا يعترف بالهدن الإنسانية التي ادعاها قبل ذلك في أثناء عملية تطعيم الفلسطينيين من مرض شلل الأطفال رصدنا على مدار الأسبوع الماضي استمرارا للاستهدافات بعض الأيام وصلت فيها عدد الشهداء إلى أكثر من خمسين شهيدا في اليوم الواحد أو في الأربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى أن الواقع الصحي غاية في الخطورة مستشفى شهداء الأقصى خرج المتحدثون باسمها قالوا بأنها قد تتوقف بين لحظة وأخرى جراء نفاذ الوقود من مولدات هذه المستشفى بالإضافة إلى عدم قدرة المؤسسات الدولية المانحة على تقديم الوقود لهذه المستشفيات بينما تسطر نجاحات حقيقة وزارة الصحة فيما يتعلق بعملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولكن يبقى الأهم الآن بالنسبة لهذه الحملة هو ما يتعلق بالتلقيح الفلسطينيين من الأطفال مدون سن العاشرة في شمالي القطاع اليوم كنا في لقاء مع الصليب الأحمر الذي أكد بأن هناك تنسيقات ومؤسسات دولية أخرى قالت بأنها تعمل على أخذ التنسيقات وما يعرف بالغرين لايت للذهاب إلى شمالي القطاع وتطعيم الفلسطينيين من الأطفال في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة قطاع خطيرة وفق قول جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا فيما يتعلق بزاوية أخرى هنا نشهدها في قطاع غزة العام الدراسي الجديد بدأ على أي حال في الأراضي الفلسطينية دون مدينة أو دون قطاع غزة نحو 650 ألف طالب في كل المراحل الآن يواجهون تهديد ضياع العام الدراسي الثاني عليهم جراء استمرار هذه الحرب لسنة أخرى ربما نحن على أعتاب سنة جديدة إذا ما استمرت هذه الحرب غازي ما هي المقترحات حول هذا الموضوع؟ بالذات إذا طال أمد الحرب حول قضية دراسة الأطفال أو الشباب في مدارسهم أو حتى الجامعات ما هي المقترحات؟ هناك شقين محمد في هذا الجانب حقيقة الأول يتعلق بأن هناك مبادرات شبابية تطوعية دائرة وقائمة على تزويد الأطفال بالمعلومات المناسبة بالنسبة لهم في مراحل سنية معينة بدءا من مرحلة التمهيد أو البستان أو ما يعرف بمرحلة الروضة وصولا إلى المراحل الابتدائية الأول الثاني الثالث حتى الرابع وهناك خيام بالفعل في مراكز الإيواء يقوم عليها بعض المتطوعين لتعليم الأطفال بعض الأساسيات المتعلقة بالمواد التي من الممكن أن يستفيدوا منها أو المساقات التعليمية هناك جانب آخر حديث آخر يقول بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروى تقوم بدراسة بعض الخيارات المتعلقة بإنشاء مراكز تعليمية في مراكز الإيواء تكون ممولة تكون مدعومة ولكن الظروف الاستثنائية بالنسبة للفلسطينيين تعرقل أي عملية من الممكن إنجاحها في هذا الجانب أنت تعلم جيدا أن هناك عمليات نزوح مستمرة الذين يجدون مكانا وخيمة يجلسون فيها من الممكن بين ساعة وأخرى أن يتم إخبارهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلائها أي أن عدم الاستقرار في مكان معين يصعب عملية حصر الأعداد المتعلقة بالطلاب بإمكانية تعليمهم المستمر وإعطاهم حصص دراسية وما إلى ذلك هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بالمرحلة الجامعية هناك بعض الجامعات التي دعني أقول أنها التحمت فيما بينها في عملية إعطاء بعض الإلكتروني الإلكتروني بناء على تجربة سابقة كانت في زمن الكورونا والآن تطبق مرة أخرى جراء هذه الحرب المستمرة ولكن الأعداد قليلة للغاية غالبية الفلسطينيين حتى طلب الجمعيين لا يجدون الإنترنت الذي من الممكن أن يساعدهم على أخذ الدروس الإلكترونية وأقرب مثال ما حدث الليلة الماضية عندما انقطعت الاتصالات وانقطعت خطوط الإنترنت مجددا في المحافظة الوسطى وجنوبية القطاع والتي تعتبر أكبر مكان يضم عدد من النازحين نتحدث عن مليون وسبعمائة ألف فلسطيني نازح فقط في هذه البقاء ماذا عن المقاومة غازي نسمع أنباء كثيرة حول إعادة تجديد قوة المقاومة في شمال قطاع غازي عندما يخرج الاحتلال الإسرائيلي ما هي آخر الأخبار حول هذا الموضوع؟ يعني بناء على معلومات دقيقة محمد المقاومة لا يمكن أبدا أن يتم وعدها في أي منطقة كانت الاحتلال يقول بأنه على سبيل المثال دمر أربعة ألوية وأربعة كتائب في جنوبية القطاع في مدينة رفحو ولكن على العكس تماما بينات بالقسام الفصالة الفلسطينية الأخرى نعم إذن فقدنا الاتصال مع غازي العلول مرسلنا غازي العلول كنت معنا تسمعوني غازي نعم محمد أسمعك جيدا تفضل أكمل نعم كنت أتحدث عن أن الفصائل الفلسطينية المقاومة ولا أستطيع القول أن حماس فقط هي ربما تقاوم أو كتائب القسام بل كل الأذرع العسكرية للفصائل تقاوم في كل منطقة في رفح هناك استهدافات مستمرة لآليات الاحتلال المتواغلة مثلا في منطقة تل السلطان بيانات الكتائب تؤكد أن هناك عملية قنص مستمرة قبل يومين كان هناك فيديو مصور من سرايا القدسة التي قنصت عددا من جنود الاحتلال في محور نتساريم إذن هذه الدلائل المصورة تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية وإن تم استهدافها في الكثير من الأحيان إلا أنها قادرة حتى هذه اللحظة على مواصلة القتال على مواصلة التصدي لعمليات الاحتلال وعمليات التواغل حتى وإن طالت هذه الحرب والبيانات الخاصة بالمقاومة تؤكد أن هناك جهزية تامة لدى كتائب القسام مثلا على الاستمرار لأسابيع طويلة ولأشهر في هذه الحرب الاستنزافية على ما يبدو التي يريد منها الاحتلال الإسرائيلي يعني اجتزاء المقاومة وقص العشف فيما يتعلق بالمناطق التي تظهر فيها عمليات عسكرية للفصائل هذا العلول مراسلنا من غزة كنت معنا شكرا جزيلا لك